سؤال آخر ما هو آخر وقت لزكاة الفطر والجواب اختلف فيه أهل العلم على عدة أقوال أرجحها قولان القول الأول قالوا آخر وقت زكاة الفطر الذي يحرم بعد ذلك تأخرها عنه هو غروب شمس يوم عيد الفطر هذا ماذا بالجمهور من المالكية والشافعية والحنبلة واستدلوا بحديث أبي سعيد الخذرية رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا قال أبو سعيد كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر يوم الفطر صاعا من طعام وجه الدلالة قوله يوم الفطر يوم الفطر فيصح في صح إخراج الزكاة في اليوم كله فكلمة يوم الفطر يصدق على كل اليوم على جميع اليوم على جميع ساعات اليوم على جميع ساعات النهار واستدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكرناه أنه صلى الله عليه وسلم قال ومن أداها بعد الصلاة هي صدق من الصدقات من أداها قبل الصلاة فيها زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فيها صدق من الصدقات فتكراره صلى الله عليه وسلم لقولي من أداها مع اتحاد مرجع الضمير في المرتين يدل على أن الصدقة المؤداء قبل الصلاة وبعد الصلاة هي صدقة فطر لكن في المرة الأولى أدى الفريضة وفي المرة الثانية حين خرجها نقص ثوابها فصارت تغيرها من الصدقات والمقصود منها كما بينا أن نوسع على الفقراء والمحتاجين في يوم العيد وهذا الغرض وهذه الحكمة وهذا الهدف يتحقق أيضا بعد صلاة العيد فآخر وقت هو غرب شمسي آخر يوم من أيام رمضان واستدلوا بجواز إخراجاء يوم الفطر قالوا هذا ينسحب على اليوم كله بطوله أما القول الثاني قالوا إن آخر وقت لزكاة الفطر هو صلاة العيد ويحرم تأخرها إلى ما بعد صلاة العيد فإن أخرها لم تقع زكاة الفطر بدليل حديث الذي ذكرناه وإنما هي صدقة من الصدقات حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة في زكاة المقولة ومن أداها بعد الصلاة في صدقة من الصدقات حديث ابن عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ثم استذلوا بحديث عام في المباب ألوى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود فإذا أخرها حتى أخرج الناس من الصلاة فقد عمل عملا ليس على السنة فإذا تعمد الإنسان تعمد هذا كلام دقيق أي عبادة لها توقيت معين يتعمد الإنسان أن يخرج عن وقتها لا تقبل منه لا تقبل منه كل عبادة وقت لها الشرع وقتا محددا معلو إذا تعمد الإنسان أن يخرج هذه العبادة عن وقتها الذي شرعه ربنا وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقبل منه هذه العبادة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد كمن ذبح الأضحية مثلا في عيد الأضحى قبل صلاة الإمام فإنها لا تكون أضحية وإنما تكون ذبيحة تكون لحمشات قدمها للفقراء ونحوهم ترجمة نانسي قنقر